اشتركوا في القناة 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 والحالة ما هي حالة وهذا حال كيات علم والحالة ما هي حالة سريبة الامتحالات مطلبنا الاستقالة ومطلبنا الاستقالة وهذا حال كيات علم اننا نغتنم الفرصة اليوم باش نركز على واحد العملية الحكومة نفعات بمشاريع قوانين كات قضي بعقوبات سجنية في حقوق في وجه التلاميذ اللي تضبطوا في حالة غش واليوم كنت سألوا كيفاش بغيتوا ان التلاميذ ايه والجو السجون واشنه هي المعايير اللي كتحدد بانه التلاميذ غشوا لله مع العلم اننا اليوم والبارح والبارح توصلنا بعدد كبير من الشكوات من الشكايات اللي فيها تلاميذ بمجرد تحرك ديالهم في قاعة الدرس كيتدار في حقهم محضار وكيتم الاتهام ديالهم بالغش واليوم كنقولوا كيفاش كدفعوا بعقوبات سجنية حق التلاميذ في الوقت اللي الغش كين في الإدارة في الوقت اللي الغش كين في الوزارة في الوقت اللي الغش كين في الحكومة ويحقوا لنا السؤال عن ما صار الآلاف من التلاميذ اللي كيتم التردية لهم بداية كل دخول مدرسي ونهاية كل موسم دراسي إما بيدعوى الغش ولا بيدعوى التكرار هالتلاميذ فاشكت تردهم الوزارة كيكون مصيرهم الشارع وبالتالي كنقولوا للوزارة وكنقولوا للحكومة أشوجتوا للتلاميذ اللي كتردوهم كذلك كنبغيوا بمناسبة هذا الوقفة أننا نحيوا عالياً جميع التلاميذ والإخوان ديالهم والأطور ديالهم أطور شبيبان دراسية اللي جونا من جميع المناطق وكنبغيوا نحيوا عالياً إخواتنا في اتحاد عمل الطلبة وفي منظمة فتيات الانبيعات وكذلك في منظمتنا العتيدة منظمة الشبيب الاستقلالية وتحية عالية لجميع الإخوان والأخوات كما تشرفنا اليوم بحضور الأخ سي محمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان معنا في هذه الوقفة إضافة إلى الأخ إضافة إلى الأخ الكبير ابن شبيبان دراسية الأخ النائب البرلماني عادل شكيتو آخر مرة وقفنا فيها هنا كشبيبان دراسية وقفنا من أجل واحد الميلف مهم جداً تؤم سوميا وسلم الأحمدي مرت شهور ورغم أن المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية حكمت لصالح تلميذتين إلا أنه للأسف شديد وزارة التربية الوطنية لا زالت تماطل ولا زالت لا تريد تمكن تلميذتين من شهادة البكالوريا وبالتالي كان بغيوا اليوم نغتل مناسبة باش نحيوا عالياً هذوك جوج التلميذات ومن خلالهم جميع التلاميذ الصابرين والمعتكفين في الدراسة والتحصيل العلمي رغم المعويقات الإدارية ورغم الإكرهات الوزارية كذلك اليوم هتكون عندنا فرصة باش أننا نترحمه بصوت جماعي على التلميذ دياء اللي مشوا ضحية فلدات أكباد المغاربة تلميذ رياضيين اللي مشوا ضحية في محرقة طنطان وكذلك تلميذ التلميذات اللي مشوا ضحية في الغرق في ود شرات نواحي السخيرات وكن نغتنموها مناسبة باش نقولوا بصوتين واضح رحم الله أولئك التلميذ والمدريب مصطفى العمراني رمشي شمعه رمشي كبش فيده مخصوش بشكلين مستعجال وفوري لابد من الإفراج دياله رحموا معهم كذلك على شهادة البكالورية اللي مبقات اللي هفضت القيمة ديالها وانواح درجة انهوا دول افريقية في جنوب سحراء مكيعترفوش بشهادة البكالورية المدريبية اذا جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كذلك يومي الدين إلي أكا نعبوذ وإياس السعيد من دين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب لعلم والقافين آمين سبحانه رب بقفل إزة جمع السفور والسلام على المسلم والحمد لله الحمد لله